السلام عليكم. السلام عليكم. مع مناقب وفضاء العظيمة جديدة لسورة ياسين. قلت لحضرتكم قبل ذلك الحديث الذي رأوه الامام التبراني في المواجم الاوسط والامام الشوكاني والامام الصيوطي في كتاب الجامع وغيرهم وغيرهم من الحفاظ. من حديث انس ابن مالك ان المندوى مع القراءة سورة ياسين كل ليلة ومات شهيدا. قلت لحضرتكم قبل ذلك انها ياسين قلب القرآن وتعدل بقراءتها مرة واحدة قراءة القرآن كاملا عشر مرات. قلت لحضرتكم قبل كده موقوفا على ابي قلابة من كبار علماء التابعين وهذا الحديث رأوه الامام البيهقي في الشعب. ان من قرأ صوت ياسين على ميت هونت عليه سكراته الموت. وما قرأت على امرأة حامل على امرأة حامل الا هو تأثرت ولادتها. الاخ الاخ الاخ. نهاردة حراحة لكم فضاء الجديدة عظيمة جدا لسورة ياسين. يشجع من يقرأها كل ليلة على مدوامة على ذلك. ومن لا يقرأها سيقرأها ان شاء الله كل ليلة للفضاء العظيم التي سيقولها الان. هذا الحديث رواه الامام حسام الدين المتقل الهندي في كتابه كنز العمال. وايضا الامام ابن ماردويه في تفسيره بسنة دي. قال الله عليه الصلاة والسلام. هم حديثان. عن علي بن ابن طالب رضي الله عنه. من استمع الى سورة ياسين عدلت له عشرين دينارا في سبيل الله. طبعا الدينار كان من فعيم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذهب الخالص. يعني كانه تصدق بعشرين دينار من الذهب الخالص. مجرد ان استمع بس. ومن قرأها عدت له عشرين حجة متقبلة. اللي يقرأ اصول تاسين كانه حجة عشرين حجة متقبلة لشكل السواب العظيم. قعد يقول لي ده سواب عظيم. ما فيه في السنة آآ سواب عظيم جدا لأشياء كذلك واقصد. اعور حدكم بعض الادلة للتقوي هذا. حديث عبدالله ابن عباس. الذي ان من نظر الى اخيه الى ابيه وامه نظر فيها رأفة وبر. كان كنت بتلاقي وحجة مبرورة. مجرد ناصرة للأب والأم. فيها بر بحجة. كيف نستكسل ان ربنا سبحانه تعالى يكتب لنا بسورة ياسين عشرين حجة متقبلة. الحديث اللي كنت قلت لحضركم قبل كده لأولا هو الامام الترمزي وحسنه. حديث امهانة. ان الانسان لو سبح مئة مرة. وحمد ربنا مئة مرة. وكبر مئة مرة. وقال لا اله لنا مئة مرة. الصبح وبالليل بيتكتب له مئة حجة. ومئة غزوة في سبيل الله. كانوا اعطق مئة مئة. كانوا تصدق مئة بدنة. واعطق مئة رقب. اذا كيف نستكسل ان ربنا يدينا بقراءة سورة ياسين سواب عشرين حجة. فا اه لو مش كنا وبس شوفوا نبي صعصان بيقول ايه. ومن قرآها عدت لها عشرين حجة متقبلة. ومن كتبها وشربها. ادخل في جوفه الف نور. او ادخل في جوفه الف نور. والف بركة. ونزع من قلبه كل غل وداء. نزع من قلبه كل جلب. يعني لو كتبتها. وشربت ماءها. وهذا يعني ده ممكن بالزبط يعني ممكن تقرأ سورة ياسين على ماء ويشرب الماء. يعني القراءة على ماء زي بالزبط الكتابة. شوفوا نبي صعصان بيقول ايه? ادخل في جوفه الف نور. والف بركة. ونزع من قلبه كل غل وداء. يبقى الانسان يقرأ سورة ياسين. يقرأ سورة ياسين. وعالماء ويشربه. او او ايه او 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 مكتوبة مكتوبة ان حاطه طاف مية ويشرب الماء بتاعها. شوفوا بقى السيدنا علي. رسول صلى الله عليه السلام هذا حديث ايضا نواه ابن حجر العسقناني. حافظ ابن حجر العسقناني في كتابه المطالب العالية. من حديث عليه ابن ابي طالب. قال الله يا. قال الله يا علي اقرأ سورة ياسين في ان فيها عشر بركات. فيها عشر بركات. ما قرأها جائع الا شبع. نفس الكلام ده قاله ابو قلابة في الحديث اللي هو المهم البيهقي في كتابه الشعب. وده يؤكد ويتقوي الحديث. يعني نفس الكلام ده قاله ابو قلابة ابو قلابة من كبار علماء التابعين. كما قلت الحضرت لكم قبل ذلك ما يقوله كبار علماء التابعين. يكون له حكم الرافع للنبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام قاله أبو قلابة روي هنا عن عليه سيدنا علي بن مطالب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها جائع إلا شبع ولا ضمآن إلا روي ولا عار إلا اكتسى ولا أعزب أو عزب عزب إلا تزوج بإذن العزب تزوج يقرأ صورة سين ولا عزب إلا تزوج ولا خائف إلا أمن ولا مسجون إلا خرج ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا من ضلت حاجته إلا وجدها الأعدائية بتاعة رد الضل يبقى الإنسان إذا فقط حاجة مستلدات مهمة فماتيح دواس سفر بتاع شخصية إلخ إلخ يقرأ صورة ياسين بنيت بنيت رد الضل بنيت رد الضل ولا من ضلت حاجته إلا وجدها ولا من مريض إلا شفي طبعا إلا إذا كان المريض حضره أجله كما قلت الحضرات قبل كده الدعاء قلت سبع مرات على مريض يشفى إلا إذا كان حضره أجله لا حيلة في الموت ولا شفاعة في الرزق أو لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت إذن يقول لك لو قريت على مريض يشفى ولا مريض إلا برئ ولا قرأة عند ميت إلا خفف عنه فغير فضلها العظيم أن الذي يدوم على قراءتها كل ليلة يكون له منزل عظيمة في الشفاعة وكما رأي أن يصعد شفاعة في أكثر من ربيعة ومضر قبيلة مضر وقبيلة ربيعة من القبائل العظيمة في القرية يعني يشفى ربيعة سبع الله تعالى شفاعة وإنهما في عدد كبير من المسلمين فده يورينا قد إيه إذن أنا أقصي كل من يسمعوني الآن يقرأ صورة ياسين كل ليلة خاصة أنها عظيمة جدا في قضاء الحاجات وتيسير وتيسير الصعوبات وشوفوا الحديث العظيم اللي أقولت رح تقول دلوقتي فده غير إن فيها برقة عظيمة يعني يعني لما قرأها عندما أدخل في قلبي ألف نور وألف برقة ياريت أنا حكتب لكم الحديثين الجداد دول مع الكلام يكنت قلتوا قبل كده في الدرس السابق عن سورة ياسين أسأخو هذا الكلام ونشره كل قول لهذا أستغفر الله